بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والأشرف الأنبياء والمقسلين سيدنا محمدين وعلى أهله وصحبه أجمعين النهاردة هنتكلم على هيدوريك برفورمانس بتاع الكوندينسر أول حاجة عندنا البرفورمانس عندنا بتاع الكوندينسر عندنا بالنسبة بنتكلم على البومنج باور بتاع الكولينج ووتر فاحنا عندنا الكولينج ووتر بتدخل من الإلة اللوزل بعد كده تخش على الإلة بوكس الإلة بوكس اللي هو دوت بعد كده تخش على التيوبس لديها التيوبس المختلفة بعد كده لما تطلع من التيوب بتتجمع في الإلة بوكس بعد كده تطلع للإلة نوزل هللاقي ان هو بيحصل كمية من البرشير دروب عايزين ان احنا نحسبها المفروض ان احنا بيحصل عندنا البرشير دروب من الإلة نوزل إلى الإلة بوكس وده بيبقى صادن إلرجمنت بعد الصادن إلرجمنت دوت بيجي نسحب من الإلة بوكس للتيوبس وده بيبقى صادن كونتراكشن ده بالضبط كأنك بتسحب من تانك ما ده بيحصل فيه برشير دروب تاني فيبقى عندنا A و عندنا B دولة البرشير دروبس اللي بيحصلوا بعد كده عندنا جوة تيوبس ذات نفسها بيبقى فيه اللي هي البرماري لصوز اللي هي اللصوز نتيجة الطول بتاعت التيوب وده هنسميها C دية البرشير دروب اللي بيحصل فيه اللي بيحصل فيه بعد كده باخر التيوب بيحصل إيه صادن إلرجمنت الصادن إلرجمنت دوت هيبقى فيه لصوز برضو دوت اللي هي D بعد كده الاوتلت بوكس ده المفروض بيدخل على الاوتلت نوزل ودية صادن كونتراكشن اللي هي اللصوز E هنشوف دوقتي هنحسب ازاي كل واحدة فيه احنا هنسمي عندنا الهيد لصوز احنا طبعا دائما في الفلاود بنتكلم على عندما بنيجي نتكلم على بنتكلم على هيد لصوز فعندنا هيد لصوز هنسمي اللصوز اللي هتحصل جوة التيوبس اللي هي في حركة التيوب هنسميها H1 هديت الهيد لصوز نتيجة الصرايان بتاعت الفلاود جوة التيوبس هنسمي H2 اللي هي التيوب اندلوصوز التيوب اندلوصوز ديات اللي هي نتيجة ايه تيجت ان الفلاود دخل لتيوب يعني دوت صادن كونتراكشن والصادن اللي حصل هنا هناخدهم الاثنين مع بعض ونسميهم H2 ده اللي هو ايه بنسميها تيوب اندلوصوز وعندنا اللت نوزل لصوز وعندنا الاوتلت نوزل لصوز هنشوف هنحسب كل واحدة فيهم ازاي اول حاجة لو اتكلمنا على البرايمير اللي هي H1 ال H1 ديت نتيجة ايه جاية نتيجة الطول بتاعتيوب فهنقول ان هي بتساوي H1 مضروه في F3 في F4 في ال L في number of tube طب يعني ال H1 هنشوف هتيجي من ايه طب احنا ليه وال لينس ده هتجيه من اين قال لك على حسب يعني الهيد لوس ده بيتلسب مع الطول بتاعتيوب لو عندك مصورة متر هتعمل بريشة دروب ولكن اكس لو عندك مصورة اتنين متر هتعمل اتنين اكس وهكذا فلازم تضرب فيه في اللينس بتاعتيوب طب ورغم عندك ال الهيد لس ده تيوب تو تيوب باصيس طب ما كده المية هتمشي فيه مصورة و هتمشي في نفس المصورة مرة تانية وهتاخد ايه ضاع في الطول يبقى لازم تضرب فيه number of tube بالنسبة لل H1 هنشوف دوقتي هنحسبها زي ال H1 هنلاقي ان هي بتيجي زي بالزبط ال U لما كنا بنحسب في ال thermal performance على حسب ال velocity عندك لان احنا عارفين طبعا ال head loss كان في الفليوت كان بيساوي ايه F في L على دي V square على ال اتنين V فكان اهم حاجة عندنا كان ال velocity عشان هي velocity square فاحنا هنخش بال velocity بس بال feet per second زي برضو في حالة thermal برضو كل اللي تشطط عندها بال feet per second ده هتخش بال feet per second ديت هي ال velocity inlet بتاعت tubes feet per second طبعا هنضربها في 3 point 228 عشان نحولها ل feet per second لو هي كاتت بلمتر per second نطلع نخبط فيه الخط بتاع الكتر اللي موجودة عندنا وقت كده هنحوض شمال عشان خاطر نعرف ال H 1 وخلوا بالكو بس ان ال scale هنا log scale وانتو طبعا هتعاملتم مع log scale قبل كده في الكلية بالنسبة للتشارت يعني التشارت ديت هي عبارة عن هي باين ان هي تشو تشارت بس هي شارت واحدة بس هي طويلة فمعرفوش يحطوها الاتنين يعني فوق بعض يعني هي كانت المفروض التكملة بتاعتها تبقى في الحتة ديت بس هو اخد التكملة ديت وحطها جنبها فهتلاقي ان انت اخر حاجة عندك هنا اتنين من عشرة واول حاجة عندك هنا اتنين من عشرة فانت لو طلعت هنا وليكن وملاقيتش خط بتقطعه ابقى تطلع من الحتة ديت هتلاقي ان انت بتقطع خط من الخطوط وعادي خلاص هتجيب كل الارقام موجودة عندك ده كده بالنسبة لل H 1 بالنسبة لل Correction Factor F3 فالF3 ده بيعتمد على ال D Outside وال Birmingham Waring Gage ليه؟ علشان ال D Outside يعني انتو عارفين طبعا رينولد نمبر المنمودة شرطه كنتو بتجيبه رينولد نمبر وكانت تعتمد برضو على ال D Inside مش ال D Outside فهو بياخد هنا تأثير الديامتر عن طريق ال D Outside وعن طريق Birmingham Waring Gage بيطلع له D Inside معينة اللي هي هتدي له Correction Factor معينة ولكن هنا بواحدة لو عندنا 20 برمنجهام ويرنجج هتلاقي ان هنا الرقم بقى 96 من 100 فهادية هي Correction Factor F3 بالنسبة لل Correction Factor F4 فهو برضو بيعتمد على ان في رينولد كان فيه عندنا رو V D على ميو فهو عايز ياخد تأثير الميو عندنا عشان هي اللي هي بتأثر برضو في رينولد نمبر فالميو عندنا بتتأثر بالT Cooling Water فهو هتخش هنا بالدجري في هرنهايت تطلع فوق تقطع الكيرف ده قط في نقطة تجيب ولو عندك بسبعين دجري في هرنهايت هتلاقي ان الرقم عند السبعين بالظبط هيطلع بواحد لو جربت تطلعها بالظبط هيطلع بواحد ده بالنسبة للT Cooling Water قلة F4 طبعا التحويل من دجري في هرنهايت عن طيب انت تضربه في 9 على 5 زائد 32 النقطة مهمة قوي الH1 بقى دوت احنا قلنا انها بتساوي ضرب الحاجات دي كلها واتكلمنا ازاي دولت بيفرقه معانا في نقطة مهمة الH1 واتكلمنا بالتشارت دي بتطلع بايه بالفيت لكل فيت هيد لكل فيت لينسم التيوب يعني معناها ان هي فمعناها ان الكلام دول ده كله الH1 والF3 والF4 والنمبر باسس كل دولة الديمينشن يبقى معناها ان انت ما عندكش غير اللينس هو ده الديمينشن هو اللي بيحدد الديمينشن بتاع الH1 فانت لو عوضت اللينس بتاع التيوب ده بالمتر هيطلع لك الH1 ده بالمتر فاحنا دايما بنعوضه بالمتر فامش فالH1 ده على وصول بيطلع بالمتر عندها طبعا ما احنا عوضنا باللينس بتاع التيوب بالمتر طيب بالنسبة الH2 والH3 والH4 قالك دي ببسيطة خاص ده اللي هو ايه اللي هي الصدent او صدent اللي بيحصل في سواء في التيوبس او في القلت او الاوتلت بوكس ده بتعمله ازاي قالك والله انت عندك كيرفين واحد عندك جرافين قصدي جراف للسنجل باس وجراف للدبل باس طيب هتخش على اساسي على اساس النبر اكتيوب باس اللي موجود عندك هتخش بايه هتخش بالفيلوسطي فيلوسطي ايه قالك على حسب يعني انت ال H2 ديت لو عندك H2 بتحسب H2 يبقى هتخش بالفيلوسطي بتاع اللي موجوده جوه تيوبس عشان تيب بيها H2 طب لو عايز H3 قالك هتخش بالفيلوسطي بتاع الت ال اللي تنزل طب لو عند H4 قالك هتخش بالفيلوسطي بتاع тол تنزل تمام هتخش بايه غرصة منهم على حسب كل واحدة فيهم وليكن واحدة فيهم طبعا لو كان سينجل باس. لو دابل باس هتعمل نفس الكلام بس هتطلع في الجرافات التانية اللي هي الجرافة التانية ده. تمام؟ بالنسبة بقى لله توتل. اله توتل دي هتساوي ايه? هتساوي اله واحد ذائد اله اتش اتنين ذائد اتش تاتا ذائد اتش اربعة على تري بوينت و ات و اتون. ليه? ليه? اله اتش اتنين واله تاتا واله اتش اربعة اللي انت مطلعهم من الشرط اللي فاتت في الصيد اللي فات دول كلهم بالفيت. يبقى انت عشان تحولهم للميتر لازم تقسمهم على ثي بوينت تو ايت وين. لما تجيب اله توتل ده لو دربته في الرو جي بتاعة المية اللي هي ستاعة تلافة ومية وعشرة الروب الف ودن جيب نين موينت ايتي وين. هتجيب البرشار دروب. طيب البور بتاعت البامب عندك بتساوي ايه? قال لك ده قانون لازم تبقى حافظه. رو جي اتش توتل في كيو على اله تل بامب. او الرو جي اتش توتل ديت هي البرشار دروب التوتل اللي حصل فيه كل المواسير وكل الحاجات بتاعة الكندنسر عندك. اه نقطة اخيرة بس عايزة نبه عليها اللي هو اه لو حصل فاولنج في التيوب بتاعة الكندنسر فعندك البرشار دروب بتاعة الاتش واحد اللي هو نتيجة اللينس بتاعة التيوب كنا منقول ان هو بيعتمد على ايه? كان بيقول لك في الفيود ان هو يعتمد على الدي على دي قص خمسة. اللي هو كان بيقول ايه? كان بيقول لك او بينت ايت اف في ال في كيو سكويرد على جي دي قص خمسة. دوت الايه? دوت الهيدلوس. فيبقى عندك ان الهيدلوس بيتناسب عكسيا مع الديامتر قص خمسة. فلما الديامتر يصغر حاجة بسيطة تشوف النسبة دي تقدم من الديامتر وتقسمهم على بعض. النسبة دي تجيبها وتعملها قص خمسة عشو خاصة تجيب الهيدلوس الجديد. يعني الهيدلوس اتنين على الهيدلوس واحد بيساوي ديامتر واحد على ديامتر اتنين كل قص خمسة. طالما انتكربت اتنين هنا يبقى تكتب واحد هنا وواحد هنا يبقى اتنين هنا.